أبرز الفروقات ما بين الإصدار السادس والسابع من ساعة قبل لاحظوا الحجم أول شيء الإصدار السابع أنحف من الإصدار السادس بنفس الوقت حجم الشاشة في فرق كبير في حجم الشاشة ما بين الإصدارين زي ما واضح قدامكم ليه؟ لأن الشاشة هذه جاية من دون أطراف عكس هذه الشاشة جاية بأطراف بسيطة فحجم الشاشة تقريبا واضح ما بين الاثنين طبعا حجم الشاشة الجديد رح يسمح لك أنك تسوي شغلات كثيرة ما كنت تقدر تسويها في هذا الإصدار طبعا في فروقات أيضا من ناحية سرعة الشحن وغيرها فالإصدار الجديد يدعم الشحن السريع عكس الإصدار السابق طبعا لاحظوا حتى الأرقام أكبر من الإصدار القديم بشيء بسيط والشاشة لاحظوا إلى الأطراف هنا في زوائد سوداء على جوانب الشاشة فهذا يخلي فيه فرق في حجم الشاشة ما بين الإصدارين وش أبرز مميزات الإصدار الجديد من ساعة أبل؟ طبعا لقدامكم هذا اللون الأخضر طبعا هو أحد الألوان الجديدة لأنها جدت بخمس ألوان طيب حجم الشاشة أكبر وهذا يخليك أنك أنت أيضا تقدر تشوف الساعة من الجنب عكس الإصدار السابق طبعا حجم الشاشة رح يخليك أنه أنت تقدر تستفيد من الساعة بشكل أكبر فعلى سبيل المثال تقدر تتصفح الإيميلات وأيضا تقدر ترد على الإيميلات من داخل الساعة فخلينا وريكم مثال أهلا وسهلا بكم طبعا أنت تقدر ترد بالصوت أو تقدر ترد عن طريق الكيبورد مثل مواضح قدامكم فخيارات كثيرة رح تقدر تسويها من خلال الساعة طبعا أيضا الساعة رح تدعم الشحن السريع طبعا هي رح تشحن أسرع بنسبة 33% من الإصدار السابق لأنها تجي بشاحن USB-C عكس الإصدار السابق فأنت لو حبيت تستفيد من خاصية الشحن السريع لازم تكون عندك الشحن السريع اللي هو بتقنية USB-C